على أساس يرجح فيه العقل ويرجح فيه العراق أولا قبل كل شيء يكشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما خوفي من حقائق وضغوطات يواجهها البلد بخسارات في جسده السياسي والأمنية لم يخرج الصدر في حديث سياسي عابر إنما هو الخروج عن الصمت في توقيته المناسب يغرد بوضوح لطالما أن الصدر يسير على نهج الحديث المباشر مرجحا مصلحة العراقيين فوق أي اعتبار الضغوطات التي تحدث عنها الصدر جاءت في سياق توقيت مهم ينقذ المشهد الأمني من مغبة الدخول في عملية استغلال الإرهابيين لشتى مناطق العراق خاصة السنية منها التي كانت الأكثر تضررا بالإرهاب وولاته وفي إطار تحليل منطقي للعملية السياسية يكشف الصدر خفايا بعض الجهات السياسية التي تحاول الركوب على ظهر المشهد وإعادة تكرار الصورة الفوضوية التي تغرق العراق في الدعاية الانتخابية والتشويش على الجمهور الشيعي أو السني وهو بذلك يعود مواجها بحسم ومصداقية وجرأة مباشرة إذ يدعو لتنافس انتخابي على أسس شرعية وأخلاقية وديمقراطية وهي التي ينادي بها الشارع العراقي الذي خرج في حراك انتفاضات عارمة مطالبا بصوت ديمقراطي نزيه أما العنف والقتل والدم والفوضى فكلها باتت في أجندات بعض القوى السياسية وصمة عارة بعد أن غدت المحافظات العراقية تعيش في الفقر والجوع والخوف لم يترك الصدر موضعا للسكوت عن المستور فهو يكشف اليوم حقيقة أغرقت شعب الرافدين في ويلات عملية سياسية مزقتها أحزاب وكتل تتبع نفوذها بعيدا عن النزاهة والشفافية وهو ما يفتح الباب على مصرعيه أمام الإرهاب أن يعود للمناطق السنية والعراق كله في دوامة الموت والخراب